افتتحت اليوم أعمال المؤتمر الدولي للطاقة النووية الجديدة الذي تستضيفه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي حيث يصلت المؤتمر الضوء على فرص تطوير برامج قطاع الطاقة المزيد في سياق التقرير التالي الطاقة النووية الجديدة ملف جمع حوله نحو 700 مختص في هذا القطاع من 40 دولة حول العالم بهدف تسليط الضوء على فرص تطوير برامج هذا القطاع إضافة إلى مناقشة جميع جوانب تشغيل الطاقة النووية وهمية مراقبة وضمان الجودة في صناعة تلك الطاقة طبعا دولة الإمارات الدولة الوحيدة التي في المنطقة ويمكن الدولة الوحيدة بعد 12 سنة التي أنشأت برنامج نووي جديد فنحن نعتبر من أحدث استخدمنا أحدث التقنيات وحدث التكنولوجيا وهذه منصة يون فيها دول العالم والعارضين لتبادل الخبرات الإمارات تحظى بخبرات واسعة في مجال تطوير الطاقة النووية كونها أول دولة تعمل على تطوير برنامج نووي جديد منذ ثلاثة عقود تأتي محطة براكة للطاقة النووية السلمية كمثال لدول العالم لتلبي ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الآمنة والصديقة للبيئة مع تجنب إنتاج نحو 12 مليون طن من انبعاثات الكربون الأربع محطات اليوم نسبة الإنجاز فيهم تقريبا 25% المحطة الأول والثانية نسبة الإنجاز فيهم 35% طبعا هذا إنجاز الحمد لله نفتخر فيه كموظفي المستثمار الطاقة النووية ونفتخر فيه كإماراتيين في عام 2020 ستقوم الدولة بإنتاج نحو 20% من الكهرباء عن طريق الطاقة النووية السلمية وهو ما يساهم بشكل أساسي في نمو الاقتصاد المحلي للدولة ودعم الصناعة المحلية في وقت تسعى فيه دول عديدة إلى الاستثمار في قطاع الطاقة النووية باعتبارها أفضل مصادر الطاقة المستدامة ترجمة نانسي قنقر